أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توقيع ميثاق انطلاقا من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني وتعزيز إمكاناته ودعمه لخدمة المجتمع وتوحيد الجهود التنموية وذلك بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر وضح التحالف في بيان أن ذلك يأتي في إطار ضرورة إصدار ميثاق تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي يضمن لكل الأطراف المتمثلة في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها المشروعة والتي تعمل في مختلف المجالات التنموية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية عمرانية وغيرها وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن تأسيس التحالف انبثق عن حوار موسع مع شركاء المجتمع المدني في مصر على مدار الفترة الماضية حول سبل تعزيز المشاركة وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة لا سيما في ضوء توسيع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية